تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أقيم حفل الافتتاح لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي والتي ستقام يوم السبت في 25 من نوفمبر الجاري في خليج البحرين أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أعرب عن بالغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل لرياضة الترايثلون التي شهدت طفرة نوعية في الفترة الماضية من خلال دعم ومتابعة جلالته وتقديمه كامل الدعم مؤكدا سموه أن هذا الدعم يعطينا دافعا كبيرا لتقديم الأفضل في المرحلة القادمة ورحب سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بكافة المتسابقين في البطولة الكبيرة التي ستشهد منافسات قوية في السباحة والدراجات والجري مبينا أن هذه البطولة ستحظى بمنافسة قوية من كافة المتسابقين خاصة أن الجميع يأمل بتحقيق نتائج إيجابية في هذه البطولة وأوضح سموه الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن اللجنة المنظمة جاهزة تماما لاستضافة بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي مشيرا إلى أن الاتحاد البحرين للترايثلون واللجنة المنظمة عملوا بكل جهد ومثابرة في الفترة الأخيرة وأكد سموه أن استضافة مملكة البحرين لهذا السباق يعتبر حدثا رياضيا متكاملا وله انعكاسات إيجابية كثيرة على مملكة البحرين من الجوانب الاقتصادية والحضارية والإعلامية وسيزيد من اكتساب اللجنة المنظمة للخبرات الكبيرة التي ستبرز السمعة الطيبة التي تمتلكها الكوادر البحرينية في التنظيم المثالي لكافة الأحداث الرياضية المقامة على أرض مملكة البحرين وحول مشاركة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في البطولة أكد سموه جاهزيته التامة للمنافسة على المراكز الأولى وصعود منصات التتويج بعد الاستعدادات المكثفة وتدريبات الجادة التي خضها سموه في الفترة الماضية تحضيرا لهذه المشاركة الهمة وأكد سموه أن المشاركة على أرض مملكة البحرين لها ميزة خاصة وتحظى بخصوصية مختلفة عن باقي المنافسات الخارجية هذا وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا خاصا ببطولة الشرق الأوسط لرجل الحديدي تناولوا خلاله آخر الاستعدادات التنظيمية والفنية في البطولة إلى جانب الحديث عن خط سير السباقات كما شهد المؤتمر الصحفي الكشف عن توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتنظيم سباق لترايثلون للأطفال والفتيات وشهد مقر التسجيل في البطولة مشاركة العديد من الأطفال بتقديم أوراق اعتمادهم للمشاركة في سباق الأطفال والفتيات لترايثلون الذي سيقام يوم الجمعة الرابع والعشرين من نوفمبر الجاري حيث فتحت اللجنة المنظمة باب التسجيل للمشاركة في سباق الأطفال الذي سيقام في تمام الساعة الحدية عشر صباحا بخليج البحرين في موقع السباق وحددت اللجنة أعمار المشاركين والتي تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاما على نحو التالي الفئة العمرية من اثنى عشر عاما إلى أربعة عشر عاما جري لمسافة كيلومترين ونصف الفئة العمرية من عشر سنوات إلى اثنى عشر عاما جري لمسافة كيلومتر ونصف الفئة العمرية من ثمانية أعوام إلى عشرة أعوام جري لمسافة كيلومتر واحد الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 8 سنوات جري لمسافة 500 متر والفئة العمرية من 4 سنوات إلى 6 سنوات جري لمسافة 250 متر ومن 4 سنوات وما دون جري لمسافة 100 متر وتهدف هذه السباقات إلى إلهام فئة الأطفال من خلال ممارسة الرياضة والدفع بهم نحو حياة صحية وملئة بالنشاط والإيجابية كما ينتظر الأطفال خلال هذا اليوم فعالية مليئة بالألوان والأضواء حيث سيقام مهرجان البحرين للأضواء في خليج البحرين في اليوم نفسه ويعتبر هذا المهرجان استعراضا مميزا ولامعا لأحدث الابتكارات في مجال الإضاءة كما سيبرز أعمال الفنانين الموغوبين المشاركين إذ سيشتمل على عروض أداء تتضمن أعمالا فنية مذهلة